لن تصدق كيف توفى الله الفنان سمير غاني وماذا حدث له قبل دقائق من الوفاة سبحان الله ولكن فضلا لا تنسى الدعاء له بالرحمة وعمل اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو توفى منذ قليلا الفنان الكبير سمير غانم عن عمر نهز 84 عاما وذلك بعد تعرضه لواكة صحية خلال الايام الماضية حيث عانى خللا في وظائف الكلي ونقل على اترها لغرفة العنية المركزة باحد مستشفيات المهندسين وتدهورت حالته الصحية في الايام الماضية حتى لفظ انفذه الاخيرة هناك فقد الوسط الفني احد ملوك الضحك في مصر النجم الكبير سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا الذي اصيب به مؤخرا هو وزوجته الفنان دليل عبدالعزي لتتشح صفحات النجوم بالسواري وكلمات النعا وتتحول السوشال ميديا لمظاهرة في حب سامورا واصيب النجم سمير غانم بفيروس كورونا ما ادى الى مضاعفات خطيرة على الرئى وعان من ضيق في التنفس هذا بالاضافة الى اصابته بخلل في وظائف الكلي وذلك بعض ان بدأ سامورا في اجراء جلسات غسين كالوي وشهدت الساعات الاخيرة من حياة الراحل شائعات حول مرضه ووفاته وطلبت اسرته بالدعاء الى اذ ان حالته كانت حرجة للغاية وكانت الفنانة نهال عنبا في تصريحات لها التسمع قد اكدت ان الفنانة سامير غانم دخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يتلقى فيها العلاج في حالة غير مستقرة حيث تعرض لازمة تنفسية اثرت على الصدر ما دفع الاطباء لوضعه في جهاز تنفس صناعي اعلن الاعلامي رامي ردوان ان جنازة الفنان الكبير سامير غانم ستقام غدا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة مضيفا ان الجثمان سيوارد ترى بمدافن مدينة الوفاء والامال ولد سامير غانم يوم الخامس عشر يناير 1937 وتخرج من كلية الزراعة من جامعة الاسكندرية ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف احمن وكون معا فرقة تولاتي اضواء المسرح الشهيرة وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكيتشات الكوميدية كان اشهرها طبيخ الملايكة وروميو وجوليت ثم قدمت ثلاثة بعدها عددا من الافلام والمسرحيات الناجحة انحلت الفرقة بعض وفاة الضيف احمد عام 1970 واتجه مع جورج سيدهم للتمتيل معا في عدة مسرحيات كان اشهرها مسرحية المتزوجون وكان اخر عامل مسرحي لهما معا هو مسرحية اهلا يا دكتور وفي فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوزير فقدم سلسلة من فوزير رمضان تحت اسم شخصية سمورة وفطوطة ثم عاد في رمضان في اوائل التسعينات ليقدم فوزير المطلبون والمضحكون ونعى الزعيم عاد الإمام الرحل سمير غانم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بكلمات مؤترة اذ كتب مع السلام يا سمير مع السلام يا حبيبي هاتو حشني اوي وارفق تعليقه بصورة نادلة تجمعهما نعت الدكتورة ايناس عبدالديم وزيرة التقافة الفنان الكبير سمير غانم الذي غيبه الموت يوم العشرين مايو عن عمر يناهز اربعة وثمانين عاما اترى اصابته بفيروس كورونا وقالت ان الحياة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت احد العباقرة وايقونة كوميدية فده والذي رسم صفحات من البهجة في تاريخ الاداء التمثيلي واشارت ايناس عبدالديم الى ان اسلوبه المميزة نجح في جذب قلوب الجماهير عبر سنوات طويلة شهدت اعمالا ستبقى رخيطة في الوجدان بشخصيتها ومفرداتها وتوجهت بالعزاء لأسرته واصدقائه ومحبي داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته كما ناع الفنان محمد هينيدي النجم الكبير الراحل سمير غانم الذي وفته المنية اليوم الخميس ونشر هينيدي صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صحبها بتعليق البقاء لله وداعا سمورا ربنا يرحمك يا رب ونع الهضبة عمرو ضياب الفنان الكبير سمير غانم وقال عمرو ضياب في تغريدة عبر حسابها الرسمية بتويتر خالص عزائل وفاة الفنان الكبير سمير غانم رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان ونع الفنان حسن الرداد حماه النجم سمير غانم وكتب الفنان حسن الرداد على موقع انستغرام ان لله وان اليه راجعون وداعا حمايا الغالي واطيب انسان قابلته في حياتي ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة ان شاء الله ملحوظة الوفاة لم يكن بسبب فيروس كورونا وحرس عدد من الفنانين على نعي النجم الكبير سمير غانم واعربت الفنانة سمح انور عن حزنها لرحيل الفنان الكبير قائلة عبر فيسبوك اه يا حبيبي يا اخويا يا ابويا يا كل مالية وجع ملوش وص ربنا يرحمك ويكرمك ويسعدك ويسكنك جنات وجوارو بقدر قلبك ونيتك وصفاء نفسك اللي مفيش زيك في الدنيا ويرحمنا من بعدك يا ضحكة الدنيا اللي غابت عنا في عز احتياجنا لها وكتب الفنان ادوارد عبر حسابه على موقع تويتر الفنان الجميل سمير غانم ربنا يرحمك ويصبرنا ويصبر اهلك على فراقك خسرنا رمزا من رموز الكوميديا ومدرسة خاصة فيها ربنا يرحمك ونعى الشاعر امير طاعمة الفنانة سمير غانم عبر تويتر رحمة الله على الاسطورة الفنان الكبير سمير غانم اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وتقل بالحسنات ميزانه وتبتعد السراط اقدامه واسكنه في اعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم واعربت الفنانة هين صبر عن حزنها ونشرت صورة النجم الراحل وعلقت عليها فنان من طراز النادر كنت اشعر دوما انه فارض من العائلة وهو من اكتر من كانوا يضحكوننا ويخرجون من اي حالة نفسية بمجرد مشاهدة اي مشهد لا كما نعى النجم محمد رمضان الفنان الراحل سمير غانم وعلق الله يرحمك ويسكنك فسيح جناتر يا عملاق المسرح واسطورة الكوميديا السيد سمير غانم امتعتني كمشاهد وشهادتك في تاريخ وسام اتشرف به طوال عمري اربني صبر قلوبك الجماهيرك واسرتك اللهم ارحم الفنان الراحل سمير غانم واسكنه جناتك اللهم امين لا تنسوا الدعاء له في التعليقات